وفي الحديث الذي ذروه أحمد وأبو داوده أن سيب سند صحيح صحح الإمام النوي في المجموع عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن أي في بيوت الله فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورة ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين أن يمشي بينهما يعتمد عليهما من شدة ضعف وعدم قدرته على المشي ولقد كان الرجل يؤتى به وهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف يقام يقيمه إخوانه يعينه إخوانه على أن يقف بين أدي الله جل وعلا في الجماعة ولا شك أن إخبار عبدالله مسعود رضي الله عنه أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق دليل واضح ساطع على استقرار وجوب صلاة الجماعة عند المؤمنين ولا شك ولا ريب أنهم لم يعلموا ذلك إلا من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولا شك ولا ريب أن الأمة قد تورثت من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا والأمة قد توارثت أن صلاة الجماعة في المساجد وواضبت على ذلك وأنكرت على من تركها واتهمت من ضيعها في بيوت ربها جل وعلا والذي أذين به لله سبحانه وتعالى هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم مقلد رقم واحد صفحة 180 قال فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر ومن رحمة الله جل وعلا ومن رحمة الله جل وعلا كل جماعة صلى فيها رجل في مسجد صغير أو كبير أو في بيته أجزأت عنه هذه الصلاة ترجمة نانسي قنقر